شكراً سيد رئيس أود أن أشكر فريق المحترم على طرح السؤال المرتبط للنقل البضائع والذي بالفعل كما تفضل بذلك سيد مستشار المحترم وهو أدري بالقطاع باعتبار العمل المشترك الذي كان عندنا في الحكومة معه وأيضاً في إطار التفاعل الإيجابي الذي تبدي الحكومة دائماً مع المهنيين في مجال النقل وفي مجال النقل البضائع بالأساس القانون بالفعل المنظم القطاع للنقل البضائع كما تعلم السيد المستشار المحترم أفضل إلى التحرير ديال القطاع بمعنى أنه الارتباط لكين ديال الدولة والمؤسسات ديال الحكومية بهذا القطاع هو تكون في إطار المتابعة ولكن أيضاً في إطار عقد الاتفاقيات والشركة لا يمكن أن كل الإخلالات التي الآن يعرفها القطاع ونحن نصادق على الجزء الكبير بما تفضلت هذه السيدة المستشار المحترم لأنك عطيت وصف دقيق لما عليه القطاع ليست كل هذه الأمور التي الآن لا زالت نقائص بالقطاع لا يمكن أن يتحملها طرف اللي هو الحكومة باعتبار أنه بالفعل الاتفاقيات اللي كانت في هذا المجال وخاصة العقد البرنامج اللي انتهى ديال تلت سنين تعلم على أننا اليوم نشتغل على إطار أننا نفصل عقود برامج أخرى واللي ليس فقط العقد الكادر العقد البرنامج للإطار ولكن أيضاً دخلنا في التفاصيل ديال هذا العقد إلى مواضيع اللي هي متخصصة بحال التخصص ديال النقل البضائي بالموانئ حول التنمية ديال الموارد إلى آخر وهذا العقد اللي هي برامج المستقبلية لنحن جاهزون السيد الرئيس كما تعلم نحن جاهزون على أساس أننا نوقعها الآن اكتداء من الغد إلى إذا بغيته في إطار التفاعل الإيجابي مع المهنيين وتعلم السيد المستشار المحترم على أنه بالفعل النصوص ديال هذا العقد البرنامج الأخير اللي سنوقعها معكم منذ أكثر من سنة ونصف وهي في البايب كما تنقولوا ونحن تنخذه ونجيبوا فيها على أساس أننا نوصلوا للصيغة النهائية اليوم ما هو مطلوب هو أننا بالفعل رائعي وعديد من الإشكالات التي هي مرتبطة بالتأهيل للدخول إلى القطاع ولكن أيضا مرتبطة بالعقلية التي لا زالت تحكم القطاع كان أمور التي تكلمت عليها السيد المستشار المحترم وهي مرتبطة بتنفسية بالأسعار باللوجيستيك إلى أغيره ولكن اليوم إذا ما تجاوزناش أمور وهي مرتبطة بالمهنية ومرتبطة بالذريرية ديال القطاع 52 ألف شركة حوالي 556 ألف شاحنة هذا ما يمكنش بالفعل وصلنا إلى القطاع رغم أنه وهذه الفترة حتى نعتبروا هذه التحرير كنتنا أننا نوجدوا فاعلين 1-3 أو 4 مركزيين والتي نفسوا دوليا والتي استطاعوا لأنهم بالفعل يختاروا هذا الحيصار المضروب على الشركات المغربية اليوم لدينا أجندا مع المهنيين تعلمها السيد المستشار المحترم توقيع العقد للبرامج والتي فيها 1-4 أو 5 أمور مركزية منها الإشكال اللي طرحتوه هو القانون غايجي عندكم المجلس المستشارين ديال الدعم ديال الحاضرة ونحن مستعدين ندافعوا عليه بإيش عاود ردو ذلك لأبريم خسكم غيرتكم ما تكونوا إن شاء الله رب العالمين تشتشبرو فهذا الملف ونحن مستعدين عاود ندعموكم إن شاء الله شكرا شكرا